أمام الإهمال والتسيوب الكبيرين وانعدام المراقبة تحولت الوديان إلى مصب لكل النفايات الصلبة والسائلة ولكل الزيوت والسموم المستعملة الأمر الذي بات يهدد الصحة العمومية ويدعو لدق ناقص الخطر بحسب الأخصائيين المشاركين في فعاليات اليوم الدراسي حول الظاهرة والذي احتضنته قاعة الاجتماعات ببلدية سكيكدا الأودية والشبكة الأودية في الجزيرة كلها ملوثة وعلى هذا يعني وسعنا في هذا المشروع لسنة 2025 ونقوم بعملية التحسيس على مستوى الوطن لأن المياه الأودية تعنا صبحت عرضة لمخاطر النفايات السائلة والسلبة ولأن الوديان مصدر سقين بالنسبة لعدد كبير من الفلاحين وأمام التلوث الفضيع الذي يجدح هذه الطروة المائية بات من الواجب محاربة الملويتين والتقليل من ظاهرة السقي العشوائي للمنتجات الفلاحية التلوث الأودية هي تلوث البيئة والماء عنصر من البيئة وفي الملتقى الأخير في ستيف يوم 18 و19 ديسمبر مع الوزير المواد المائية والبيئة حيثنا على الشراكة مع المجتمع المدني والخصوص مع الجمعيات التي تنشط على المستوى كل واحد على المنطقة لازم تكون هناك شراكة بين الجمعيات والإدارة وكل إدارات على القطاع لكي تكون هناك مواطنة بيئية الفوضى الكبيرة التي يعرفها الواقع البيئ خصوصا منها الوديانة التي أصبحت عرضة للسموم القاتلة المنبعثة من المؤسسات الصناعية مشكلة حقيقية يتطلب التوقف عندها ومحاربتها بجدية وصرامة تذكرين